نروح دلوقتي نشوف جولة مع حضراتكو في صحافة هذا الصباح أهم المنشتات استدارة في الصحف القومية والمستقلة البداية مع الجريدة القومية الأولى الأهرام الإرهابيون أمام القضاء العسكري وزير الداخلية يطالب الضباط بتطبيق القانون بحسم على الخريم في أول تطبيق عامل قرارات مجلس الوزراء بتطوير أسليب مواجهة الجرائم الإرهابية طالب ألواء محمد إبراهيم أفراد الشرطة على مدى 24 ساعة لمواجهة الجماعة الإرهابية في جولة مفاجئة قام بها الوزير بالأمس لتفقد الأوضاع الأمنية في الأكمنة الشرطية على الطرق السريعة بمحافظة الشرقية ثاني وقسم شرطة الزائزية جريدة الأهرام أيضا خبر آخر عن إقبال سكان القرم على استفتاء يعيدهم إلى روسيا واحدى النخبات التي تتحدث عن الرغبة في العيش مع الروسيين لأن الأوكرانيين يعاملون سكان القرم على أنهم الأدلى طبعا ده في إطار الاستفتاء اللي قاموا بالإدلاق بالأمس أمام انضمام الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي إلى اتحاد الروسي وشهدت لجانة الانتخاب استفاف كثير من الطوابير وطوابير طويلة وسط مؤشرات بتفيد بحصول اغتيال انضمام لروسيا وكانت النتائج يمكن قبل ما ندى محركه لهوا كانت حوالي 94.4% ننتقل إلى جريدة الجمهورية الجيش بدأ تأهيل الضبع والعمال عادوا للموقع الخبراء المصريون ضمن 11 عالميا في دورة المفاعلات بأمريكا والعوسير يحذر من أعداء مصر النووية يؤكد سلامة المنشآت اليابانية أربع خبراء مصريين ضمن ست دول في دورة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخبراء ست دول نتعرف على أحدث أجيال المفاعلات النووية في الولايات المتحدة في الوقت اللي بدأت في هيئة المحطات النووية إعادة العمال لموقع الضبع لتسلمت القوات المسلحة لتنفيذ البنية الأساسية الكامل لإنشاء المحطة النووية الأولى خبر تالي من الجمهورية عن التحقيق مع مسؤولي نفق الأزهر الذين تعمدوا اتلفوا لأحداث أزمة مرورية محافظة القاهرة بتجري تحقيقات مع مسؤولين عن نفق الأزهر قاموا بإغلاقوا بإقرارات فردية في أوقات معينة لإحداث أزمة مرورية في قلب القاهرة والمحافظة نفت أنها طلبت من رئاسة الوزراء نقل تبعية النفق إلى وزارة النقل وأكدت اتخاذ عدة إجراءات لتحديث نظم الحريق والتهوية والتحكم الإلكتروني وإحنا كان لنا متبعات أكثر من مرة الحقيقة في هذا الموضوع وتوجهنا دايما بهذه الأسئلة ووزارة النقل دايما كانت تتحدث عن أن محافظة القاهرة هي المسؤولة وبالتالي تسأل في أي أعطال قصة بالنفق ننتقل إلى جريدة الأخبار وفي أول اجتماع للمحافظين برئاسة محلب مساهمة برأس مال 20 مليار جنيا لتوفير مليون فرصة عمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخريطة لمكافحة الفقر مجلس المحافظين ما سأل أحد بالأمس كاللي اجتماع برئاسة المواندس إبراهيم محلب نقش فيه العديد من المشاريع كانت على رأس القضاء على البطالة والفقر في جريدة الأخبار تحديد شخصية أربعة من الجناء في حادث كمين مسترط العملية الاهرهابية استغرقت عشر دقايق وعمال شركة النشا يدلونها بأوصاف الجناء المشير السيسي يقرر إعفاء أبناء وأشقاء الشهداء من التجنيد حددت الأجهزة الأمنية بالقليوبية أربع متهمين رئيسيين في حادث الهجوم على كمين الشرطة العسكرية في مسترد والقبض على خمستاشر من المشتبة فيهم جري مناقشتهم لمعرفة علاقتهم بالخلية الإرهابية والعربية أو السيارة المستخدمة في العملية الإرهابية حددت الأجهزة بماركت ميسوبيشي لانسر سوداء اللون وجري فحصها إلى جريدة المصري اليوم ومنشات بن فراد عن تغليض العقوبات التعدي على الأراضي الزراعية الحبس العقوبة تصل لخمستاشر عام وغرامة لا تقل عن مئتين ألف جنيه وعقوبات للموظفين في حالة توصيل المرافق وزارة الزراعة والستصلاح الأراضي انتهت من إجراء تعديلات قانونية جديدة على قانون الزراعة تلاتة وخمسين لسنة ستة وستين غلطت في العقوبات زي ما ذكرنا الحضراتكو وعقوبة الحبس للتصل لخمستاشر سنة وغرامة لا تقل عن مئتين ألف جنيه وهنا أيضا عقوبات راضعة للفساد المحلي الخاص بالموظفين في حالة توصيلهم للمرافق مع وجود تعديات خبر أخر من المصري اليوم أيضا القومي لحقوق الإنسان يعلن تفاصيل فض رابعة اليوم التقرير أمام منصور والجهات المعنية وفائق وقاعي وحيادي ويطالب تحقيق قضائي مستقل ده تصريح السيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وصف تقرير القومي لحقوق الإنسان عن فض رابعة بأنه وقاعي موثق موضوعي محايد وينقسم لأثمن أقسام رئيسية كانت إجراءات منهجية لعمل اللجنة وأيضا الإطار القانوني والمحلي اللي شملوا التقرير وأيضا اجتمل على الانتهاكات التي رفقت عملية الفض إلى جريدة اليوم السابع وخبر عن انتهاء التحقيق مع أكتر من ستين جهادي من تنظيم العائدون من سوريا تحقيقات بتكشف أن المتهمين خططوا لتكوين جيش النصرة بمصر وتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة ستين متهم أكدت مصادر مطلعة أن جاءت التحقيق المختصة انتهت من التحقيق معاهم في إطار تنظيم يسمى العائدين من سوريا وجيت لهم الانضمام إلى جماعات إرهابية بالخلاف لأحكام القانون والدستور وأيضا التخطيط لتنفيذ عمليات وحيازة أسلحة ويجرأ الآن إعداد قيمة لأمر الأحالة وأدلة الثبوت خبر التالي لليوم السابع أيضا الدولة بتفرض نفوذها تقهر مافيا العقارات المخالفة في المعادي تطهير ستة وتلاتين فدان ملك الدولة من أكتر من تلاتين مبنى خلف المحكمة الدستورية ومحافظة القاهرة في تصريح قاطع لن نتراجع طبعا الجديد بس فيه موضوع الإزالة ده أنه كان بيستخدمه فيه آلية التفجير وكان هناك مشادات كلامية بين مقيم العقارات وقوات الأمن لأطلاق القنابل للغاز ضد المجموعات اللي وقفت حائط صد بينها وبين المعدات الثقيلة إلى جريدة الوطن والخبر عن الإخوان التي تبدأ مرحلة إرهاب الفجر واستهداف المدارس والمستشفيات والكشف عن 11 قنبلة لتفجير محاولات كهرباء ومدرستين والجماعة تدعو إلى جمعة الخراب طبعا الخبر يعني شرح نفسه بحد كبير الخبر الأخير من جريدة الوطن عائلة إخوانية تعذب زوجة نجلها لرفضها المشاركة في المزهرة الزوجة تعرضت لوصلات من تعذيب واعتداء بدني وحرقوا جبهة طفلتها الكبرى برضو تقريبا الخبر شرح نفسه أخيرا الشروق ومنشاة رئيسي عن العليا للرئاسة بتنهي الاستعدادات الإدارية للانتخابات وهناك تنصيق معالة الصلاة لربط مقر الشهر العقاري ولجان الاقتراع والموعيد خلال ساعات هذا الخبر أتى على لسان مصدر باللجنة العليا للانتخابات من الشروق أيضا بوعزيزي مصري يشعل أنيران في نفسه أمام نقابة الصحفيين طبعا محمد بوعزيزي والشابة تونسي اللي كان سبب انفجار الثورة في تونس صاحب كوشك أشعل النار على نفس الطريقة أمام نقابة الصحفيين بالأمس احتجاجا منه على الوضع الحالي وقال أن السبب هو أن الشركة اللي بيعمل فيها وهي الشركة المصرية للصناعات مؤكدا أن عقده مع الشركة وعقد حاف وليس انتفاع ويعني ضيعت حقه والحمد لله تم إنقاذه دي كانت جولة في أهم الأخبار والقضايا اللي تناولتها الصحافة هذا الصباح الصحافة القومية حيكون لنا لقاء نستعرض هذه القضايا نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا مع أستاذ معتز الحديدي ضيف صوت الناس وهو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية زي ما قلنا لحضراتكم من البداية وإحنا تابعنا مع حضراتكم الأوضاع في الجماعات لأي مدى كانت هادئة مجموعة من الأخبار العاجلة اللي استعرضناها برضو مع شبكة مرسلينة وعناوين صحفية ربما أتى على يعني رأسات نوعت ما بين أخبار الحكومة وخطوات البناء وأيضا للأسف خطوات الهدم والمحاولات المستمرة من جماعة الإخوان الإرهابية لعرقلة مسيرة هذا الوطن اسمحونا نخرج لفاصل نعود بعده لاستكمال صوت الناس خليكم معنا